مساء الخير وأهلا وسهلا وأنا سعيد جدا أن أشارك معكم في هذا اللقاء المبارك حياتك الله يا دكتور يعني كثيرون يتساءلون عن الكعبة المشرفة عن المواد التي بنيت منها الكعبة ماذا يوجد بداخل الكعبة؟ تفضل يا دكتور الحقيقة الكعبة المشرفة فيها أشياء يعني يجب أن يعرفها الكثير من المسلمين لأنها مهمة وتعتبر مقتنيات يعني كثير من الناس ما يعرفها يوجد على سبيل المثال باب من الذهب في الجهة اليمنى إذا دخلنا على باب الكعبة الرئيسي يوجد باب من الذهب يسمى باب التوبة ويؤدي إلى سلم حلزوني للصعود إلى سطح الكعبة أيضا يوجد صندوق مربع في داخل الكعبة هذا الصندوق يحتوي على دهن عود وورود ومقتنيات تتعلق بالأقمشة الخاصة بغسيل الكعبة أيضا في فترات سابقة كان يوجد أعمدة ثلاثة أعمدة خشبية تحمل سقف الكعبة وهي بنية اللون تميل إلى السواد ومحيط كل عمود تقريبا 150 سنتيمتر ولكل قاعدة خشبية يعني لها قاعدة خشبية وهي لكل العمود منقوشة بينهما أيضا مداد أو زي ما تقول وسيلة خشبية تتعلق فيها الهدايا الهدايا التي تهدى إلى الكعبة عبر الزمان طيب دكتور يعني نستطيع أن نفهم أن أغلب ما تقوم عليه الكعبة من الداخل هو من الخشب نعم في عمدة كثيرة الثلاثة الأعمدة سأتحدث عن بعض الأعمدة فيما بعد قليل طيب أود أشرح الهدايا التي كانت موجودة